الترتيبات الأممية في محافظة الحديدة على وشك الانهيار خلال الساعة الماضية شهدت مدينة الحديدة وعدة مديريات أخرى مواجهات عسكرية شاملة إثر هجمات نفذتها ميليشيا الحوثي الإنقلابية على مواقع لمباتى يعرف بالقوات المشتركة المرابطة في الحديدة والساحل الغربي للبلاد أخطار التطورات لفت إليها بلاغ صحفي صادر عن بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة وشملت إقامة تحصينات جديدة وتحريك للقوات واستخداما للطائرات المسيرة وعلى نحو يتنافى مع الاتفاقات بين الطرفين بشأن وقف إطلاق النار وفقا للبلاغ الصحفي تستمر الأمم المتحدة في الحديث عن الانخفاض الملحوظ لمستويات العنف على الأرض خصوصا في مدينة الحديدة لتظهر إلى أي مدى أسهم تدشين خمس نقاط مراقبة على خطوط القتال الأمامية في مدينة الحديدة مؤخرا في تحقيق هذا الانخفاض في وقت يجمع فيه المراقبون على عدم فعاليات هذه النقاط المتباعدة يأتي ذلك فيما يستمر رئيس البعثة ورئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار الفريق المتقاعد أبهجيت غوها في الثناء على التزام الطرفين بالعمل عبر آليات التهديئة وتعزيز وقف إطلاق النار والتي بدأت عملها في سبتمبر على ظهر سفينة بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة رغم هشاشة الوضع في الحديدة والذي أقرت به البيعثة الدولية في ذات البلاغ الصحفي مهددات انهيار الهدن الهشة وصولا إلى طي محتمل لاتفاق الحديدة برمته عديدة واسعة النطاق فعلى مدى اليومين الماضيين اندلعت المواجهات المسلحة لتشمل جبهات تماس عدة في مدريات الدريهم والتحيطة وحيس كان أكثرها خطورة المواجهات الشاملة في جنوب مدينة التحيطة إلى الغرب من مدريات زبيد إعلام ألوية العمالقة أفاد بأن مقاتله الألوية صدوا هجوما واسعا على مواقع القوات المشتركة في التحيطة محاولة الانتشار جثة مقاتلهم هناك وترافق الهجوم مع قصف عنيف بمدافع الهون وأسلحة ثقيلة ومتوسطة أخرى على الأحياء السكنية في التحيطة وبالتوازي شهدت مناطق في مدريتي الدريهم وحيس قصفا مماثلا استهدف منازل المدنيين وأوقع خسائر في الممتلكات يأتي ذلك فيما تحدثت مصادر حوثية عن تحليق للطيران فوق مناطق عدة بمحافظة الحديدة وشنه ثلاث غارات على مواقع في رأس عيسى والصليف كما تحدثت عن قصف مدفعي من قبل القوات المشتركة على تجمعات لمقاتلين حوثيين في الدراهيم والتحيطة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر